موسيقى مساء الخير وأهلا بكم في حلقة يوم الأحد من آخر النهار النهار ده رئيس عفتاح السيسي سافر إلى باريس لحضور قمة الواحد وعشرين لتغيرات المناخ أول كلام على تغيرات المناخ بدأت باتفاقية وقعت في 21 مارس 1994 وأول مؤتمر عقد من القمم الواحد وعشرين كان في كيوتو كيوتو دي العاصمة القديمة لليابان ويطلق عليها أيضا العاصمة الدينية لليابان كان في 1 ديسمبر 1997 بعد كده عقدت قمم في عواصم مختلفة زي كوبنهاجن مونتريال كانكون وارسو وأيضا الدوح وعشرين قمة قبل القمة اللي احنا موجودين فيها القمة اللي هتكون تبدأ صباح غد في منطقة لوبورجي في باريس هي القمة الواحد وعشرين زي ما قلت لحضراتكم هتبدأ من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر لكن طبعا رؤساء مش هيحضروا طول هذه المدة كلها في 135 رئيس دولة ورئيس حكومة يكونوا موجودين ويكون في عشر تلاف عضو في الوفد الرسمي كل رئيس هيعد وراء أربع من المساعدين سواء كانوا وزراء للبيئة أو متخصصين في موضوع المناخ هيكون أيضا في 30 ألف عضو من منظمات المجتمع المدني هتتابع المؤتمر يضاف لذلك 3000 صحفي الحكومة الفرنسية منعت التظاهرات وقالت التظاهرات تتم في أماكن مغلقة طبعا ما فيش تظاهرات في أماكن مغلقة لكن كان ظروف الأمن خصوصا وأن القمة طاقت بعد أسبوعين من هجمات باريس عندنا تفاصيل الحقيقة مهمة جدا ويمكن تفاصيل دقيقة يمكن ما حاش بيهتم بيها الحكام أو رؤساء الحكومات في أوروبا حيجوا بطياراتهم الخاصة من تراز فالكون جيت وحينزلوا في مطار بورجي الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيجي بطيارته Air Force One طبعا طيارة كبيرة جدا وخصص لها مهبط خاص على بعد عدة أمطار من مقر القمة أما رؤساء القادمين من أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية فهينزلوا مطار أورلي طبعا رقم كبير جدا وزحمة كبيرة جدا فيه ألأ في البروتوكول أنه طبعا كيف يمكن استقبال هذا العدد الكبير من الحكام العالم أيضا فيه ألأ من أنه الطيارات تلف حوالين باريس لعدم وجود مهابط في وقت مناسب لها لذلك الحكومة الفرنسية خصصت بعض القواعد الجوية زي قاعدة إفرو وقاعدة تور للاحتياطي إذا ما حصل أي ارتباج في المجال الجوي للطياران المدني تنزل طائرات الحكام أو الرؤساء الوزراء أو الرؤساء إلى هذه القواعد بعض الرؤساء يعني قال لك أنا جاي قبل المؤتمر بيومين ثلاثة عشان أتفسح في باريس زي رئيس بنما خوان كارلوس فريلا أما الرئيس الصيني شي جين بينج قال إن هو يا دوبك هيحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والغدا اللي هيقام بالساعة واحدة غدا وبعد كده يرجع تاني إلى بكين قصر الإليزية أو قصر الرئاسة في باريس قال أنه مش هتكون هناك إلا مش أكتر من ثلاثة أربع لقاءات سنائية بين الحكام العالم وبين الرئيس الفرنسي وأنه اللقاء ده ثلاثة أربع لقاءات في اليوم الواحد وقالوا أن اللقاء لا يمكن يزيد بأي حال من الأحوال من عشرين دقيقة إلى ساعة معينة القاعة اللي هيكون فيها القمة هي قاعة كبيرة جدا طولها حوالي ألف متر يعني كيلو تقريبا على شكل كاتدرائية طبعا التجهيزات قدامكم على الهوى هيكون فيها ألفين مقعد هتحمل اسم نهر السين أما القاعات الملحقة الأخرى فهتحمل أسماء أنهار أخرى في فرنسا الطرقات اللي هتكون بين القاعات هيطلق عليها شانزليزين وده اسم الشارع الرئيسي التجاري في قلب باريس الرؤساء هيجلسوا تبقى للبروتكول المعمول في الجمعية العامة لأمه التحد هيكونوا تقريبا كلهم على صف واحد تقريبا ولكن كل وفد زي ما قلت لحضراتكم مش هيقضر من أربع مرافقين هولند هيلقي خطاب الافتتاح وبعدين هيجي أمين عامل أمه التحدى بانكيمون ويلقي أيضا الخطاب الرسمي للأمم المتحدة لأنه القمة تعقد تحت علم الأمم المتحدة وبعد كده هتكون فيه صورة تسكيرية للرؤساء وبعد كده هتحدث الرؤساء في قاعتين منفصلتين كل رئيس مش من حقه يتكلم إلا بين ثلاثة إلى خمس دقائق وكانت التعليمات من فضلكم للرؤساء ادخلوا في الموضوع مباشرة الأهم من كده أنه ترتيب كلمات الرؤساء تم حسب تأكيد الحجز تأكيد الحضور يعني كل واحد قال بدري أنه حييجي يوحدى المؤتمر ودعت له أولوية حسب تأكيد حضوره ولكن ممكن طبعا تبقى لقواعد البروتوكول الرسمية ممكن يجري تغيير الموعيد بين الرؤساء أنفسهم الساعة واحدة هيكون في غدا والغدا هيكون في القاعة اللي تقولها ألف متر هتكون فيه ترابيزة رئيسية هيجلس عليها أوباما وبوتين وميركل وجيم بينج اللي هو الرئيس الصيني هيكون دول على طاولة الرئاسة بقية الرؤساء هيكونوا على ترابيزات أخرى في نفس القاعة حسب ما نشرت صحيف مجلة باري ماتش في أنه هيكون فيناك أربع أطباق رئيسية من الأطعمة الفرنسية اللي قام بها أشهر طهاء في فرنسا وبقيادة جيوم جومير اللي هو كبير الطهاء في قصر الإليزية لكن من الحاجات اللطيفة أنهم قالوا أن الفجهة هتيجي بطائرات خاصة في نفس اليوم صباحا هتيجي من جنوب شرق آسيا وحتيجي أيضا من شمال أفريقيا ما عرفش ليه كمان أضافة اليستفاندي أو الكلمانتين هتيجي من جزيرة كورسيكا دي تفاصيل مهمة على ما يبدو الصحف الفرنسية مهتم بيها الأهم من ذلك أنه في مجموعة من السوريين خرجوا من بلادهم أثناء الحرب الأهلية واستقروا في سويسرا دول هما اللي هيعدوا الحلويات الشامية أو الحلويات الشرقية اللي هيتناولها الرؤساء إذا كان فيهم حد هيتجاوز حدود الرجيم في عشاء هيكون بكرة بين هولند وأوباما هيكون عشاء خاصة في الإليزية الإليزية هما بين هما الاثنين فقط طبعا زي ما قلت لحضراتكم أن القمة بتعقد بعد هجمات فرنسا بأسبوعين فالأمن واقف على رجل في محاولة للخروج إلى تظاهرات تطالب الحكام بأنه هما يعني قلوك بطلوا بقى اللي انتو بتعملوهم كفاية انفاق على كلام فارغ اصرفوا الفلوس دي على فعلا تغيير المناق ونحاولوكم ليه أهمية المناق اللي احنا مش بديلوا الأهمية القصوى على كل حالة في مئة وستة من حراس الأمم المتحدة جاءوا من نيويورك ومن جينيف لهم المقرين الدائمين للأمم المتدى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية جاءوا لمنطقة المؤتمر اللي اطلق عليها المنطقة الزرقاء وده اللون الرسمي المميز للأمم المتحدة في 292 حارس أمن خاص حيرفقه الرؤساء ورؤساء الحكومات طبعا بجانب انه هتكون هناك ايضا كل رئيس ربما يسمح له بان يأتي بحراسه بشكل ما الرئيس أوباما حييجي بعربية مصفحة وايضا ميركل جايب عربية مصفحة ولكن الرئيس الرئيس الوزراء بريطاني قال لا انا هركب عربية السفير البريطاني وستتوفر عربية مصفحة لكل الحكام بحيث ان يمكن هناك احساس قوي جدا بانهم يتمتعوا بحالم الامان من الحاجات اللطيفة جدا قالوا ان هما كان متوقع ان هما يقدموا 2 مليون كوبية بلاستيك فقالوا هنلغيها لانه صناعة البلاستيك بتهدد البيئة بشكل او باخر وضد فكرة مؤتمر المناخ وقالوا انهم هيكتفوا بتوفير 36 الف ازازة مية هتكون بس من البلاستيك ومضطرين هتكون في حفلة كوكتيل بدعوة من رئيس الوزراء الفرنسي وارن فابيوس في داف اللوفر هتكون يوم 8 ديسمبر لكن هتكون له رأساء الوفود مش له رأساء الجمهوريات في شركة كبيرة جدا هي اللي قدمت القاعة وقدمت الاساس في القاعة وهي شركة المانية شهيرة جدا وضعت علامتها على القاعة وقدمتها مجانا قدمت المقاعد والترابيزات والخيمة الكبيرة جدا هتيجي بعد كده تتبرع بهم للجماعيات الاهلية والجماعيات الانسانية الحقيقة طبعا يعني ايه قيمة المناخ كل اللي بيحصل لنا في الحقيقة بسبب التعامل السيء مع المناخ يمكن حضراتكم هتستغربوا لو قلنا لكم ان ضغطة الاسبري تؤثر على ما يمكن وصف بالاحتباس الحراري السجارة لما بنولحها البنزين اللي بيطلع حرق اطار السيارات قش الرزق اللي محروق وقالب الدنيا وعمل السحابة السوداء ايضا فيه كمان فكرة كل ما يمكن وصفه بالمصانع الاسمنت ومصانع الحديد ويمكن ده بيخلينا نعيد النظر احنا صحيح دولة نامية محتاجة هذا المصانع ولكن يجب ان تكون هناك يعني قواعد صارمة للحد من تأثيرات الضارة مش بس على صحة الانسان لكن ايضا على البيئة الخطر في البيئة ايه انه فيه انه حصل طوال عمر الارض او ما يمكن ان توصف بالام اللي هي الارض اللي احنا مستوعبانا كلنا حصل طوال هذا التاريخ انه جرى تدمير لزيادة كمية الكربون في الجو اللي هو وصف بالاحتباس الحراري ده هو ادى الى خلل الى خبل الى جنون في المناخ ده اللي احنا شفناه في السيول غير المتوقعة في كثير من دول الصحراوية ايضا عمل جفاف في بعض الدول الى حد ان بحيرة مثلا زبوحاري اتشاد جرت جفت بنسبة 80% ضحايا الحروب الاهلية والارهاب يمكن وصلوا السنة اللي فاتت الى حوالي من 8 الى 12 مليون واحد سابوا اماكنهم وهجروا تا ما نعرف لكن ضحايا المناخ السيء وصلوا من 50 ل65 نتيجة ان هم تركوا اماكنهم تركوا القرى تركوا الاماكن نتيجة ضعف الموارد الحياة بسبب سوء الجو اوروبا طبعا اصبحت الان بترفض صناعات الملوسة للبيئة زي الحديد والاسمنت والاسمدة الاخر هذا الكلام مصدرت لنا هذه الصناعات الاهم من كده ان هي قالت ان انا حخفض نسبة الاحتباس الحراري بنسبة 20% في حين مؤتمر كيوتو قال ياريت نخفضها بس بنسبة 5% فانعم الناس بحياة افضل ووفرت 20% من ميزانية الاتحاد الاوروبي اللي هو 185 مليار يورو لتخفيض الاحتباس الحراري في الفترة من 2014 ل2020 وقدمت منح في حدود 8 مليار يورو للدول النامية احنا في الحقيقة محتاجين الى عادة نظر في مثل هذا الامر لانه احنا في حالة اهمال شديدة لفكرة البيئة ده يعني لما يخرج وزير البيئة يقول انه السحابة السودة بدأت في نهاية نهاية عمرها الحقيقة الكلام ده بنسمعه باننا عشر سنين مسألة مش انها بس بتأثر على سدرينا بتأثر على السيول اللي حصلت في اسكندرية على الكوارس اللي حصلت في البحيرة في مساحة غرق اسكندرية والبحيرة والشمال والدلتا زي ما تقال في دراسات كثيرة جدا يعني الموضوع خطير جدا ويمكن احنا مش حاسين بيقيمته لان احنا يمكن لسه مندور على رغيف العيش قبل ما مندور على المناخ الجايد فهنا نشوف التقرير ده عن قمة المناخ الواحد وعشرين اللي بيحضرها الرئيس عبد فتاح السيسي ولا تبدأ صباح الغد في منطقة لوبرجين ونخرج فصل بعد ان عانت عاصمة النور باريس من ظلام الارهاب تأتي قمة المناخ المنتظر افتتاحها غدا في العاصمة الفرنسية لكي تؤكد ان الرغبة في الحياة قادرة على هزيمة تجارة الموت هذه هي الدورة الواحدة والعشرين لقمة المناخ وتأقت خلال الفترة من الثلاثين من نوفمبر وحتى الحادي عشر من ديسمبر الهدف الرئيسي لهذه الدورة هو التوصل الى اتفاق قانوني شامل وملزم بشأن حماية المناخ توقع عليه كل الدول المشاركة في القمة والتي يصل عددها الى مئة وخمس عشرة دولة وهذا الاتفاق هو الاول من نوعه بعد مفاوضات وتحضيرات استغرقت عشرين عاما برعاية الامم المتحدة التي تشرف سنويا على تلك القمة كانت مئة وخمسة وتسعين دولة قد صدقت على اتفاقية الامم المتحدة الايطارية بشأن تغير المناخ منذ اعتمادها عام اثنين وتسعين وتم اعتماد بروتوكول كيوتو عام سبعة وتسعين من اجل تطبيق الاتفاقية ودخل حيز التنفيذ عام الفين وخمسة واكدت اللجنة المنظمة ان الاتفاق يتضمن الاجراءات التي يجب اتخاذها من اجل خفض انبعاثات الغازات الصناعية للحد من زيادة درجات الحرارة العالمية وتسعى دول العالم الى الوصول لدرجة حرارة ترتفع اثنين درجة مئوية فقط فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية اوقد اجتماع تمهيدي في باريس بحضور وزراء ستين دولة من اجل التحضير لقمة المناخ ومناقشة اهم القضايا التي سيتم التطرق اليها بهدف الوصول الى اتفاق نهائي مثل حجم المساعدة المالية التي ستقدمها دول الشمال لدول الجنوب لتمويل سياستها المناخية وتحديد الاهداف الطويلة الاجل وتوزيع الجهود بين الدول الصناعية والناشئة والفقيرة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحرارية واخيرا رفع سقف التعهدات التي قطعتها الدول للحد من انبعاثات الغازات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر